مرتينا كاتيرينا جميعا في هذه الجلسة لتعزيز الحصول على المساعدة القانونية للعمل في مجال الأعمال الإنسانية. أولئك الذين لا يعرفون فإن هذه المنصة قد أسست منذ بضعة سنوات لتكون منصة للعملين في مجال العمل الإنساني. وهي أيضا تضم بعض المنظمات وبعض الأشخاص الأكاديميين والباحثين وهي من أجل دعم الحقوق الإنسانية من خلال فتح مجالات النقاش في مجال تطوير السياسات. وأيضا في مجال ضمان وصول إلى حقوق القانونية للأشخاص بما يضمن بما يشمل أيضا النازحين. هذا يسمح لنا أن يكون عملنا مركزا على الأوضاع الإنسانية خاصة من خلال المشاريع التي زميلتي كاترين ستخبركم المزيد عنها. ولكن اليوم يسرنا أن نتحدث عن منشوراتنا التي عملنا عليها مع الكثير منكم. والتي هي عبارة عن تراكم لكثير من نتائج هذه المشاريع. وقبل أن نمر بكل هذه المعلومات أود أن أقدم لكم متحدثين الرائعين اليوم. ولذلك وأيضا ولكن أريد أن أعطي المايكروفون لكثالي كاراتي التي تتحدث بالكلمة الافتتاحية وتتحدث عن أجندة اليوم. كوريتا تفضلي شكرا جزيلا مارتينا وشكرا جزيلا جميعا لحضوركم وأهلا بكم لهذه الجلسة الهامة جدا. المساعدة القانونية للعمل في مجال العمل الإنساني أمر مهم جدا لذلك شكرا جزيلا لإعطاء هذه الفرصة لأفتتح هذه الجلسة لأنني معجبة جدا بالأمور القانونية. بشكل أساسي الحقوق القانونية للعملين في المجال الإنساني يجب أن نشمل الحماية لهم. ولكن ليس فقط للعملين ولكن أيضا يجب أن نحفظ حقوق الإنسانية للأشخاص الذين يتم العمل معهم والمجتمعات. ولكن غالبا نرى بأن هؤلاء الأشخاص يتم تجاهل حقوقهم القانونية. بالذات في ظل الاستجابة في حالات الأزمات وأحيانا يكون هناك حالات طارئة يجب النظر فيها من ذاوية المساعدة القانونية. ويجب أيضا أن نأخذ بعين الاعتبار الأوضاع السياقية بهذه الحالات عندما نضع هذه الاستراتيجية ونضع الإطار العام القانوني. هذا جزء أساسي من مكونات الحماية. ويجب أن يكون للأشخاص الفرصة للوصول إلى مساعدات قانونية مما يضمن حقوقهم. ولكن على الصعيد الآخر نعرف بأن هناك الكثير من المعلومات التي يجب أن يتم جمعها. وهناك نقص في المعلومات وهناك نقص في القوانين والتشريعات من أجل أن يتمتع الأشخاص المتضررين بحقوقهم كاملة. وبالطبع هذا الأمر هو مهم ليس فقط للعملين في تجمع الحماية ولكن لكل العاملين في قطاع الأعمال الإنسانية. وبالرغم من كل هذا فإنه من الأساسي جدا أن يكون هناك تنسيق وتطوير التعاون مع الأطراف المعنية. وبالطبع أيضا يجب أن نطور إطار العمل الذي يتم العمل وفقه. وهناك حاجة لعمليات المراقبة أيضا. ولكن المسؤولية الأساسية هي اتجاه الأشخاص المتضررين وضمان وصولهم إلى حقوقهم القانونية. ولكن على الأطراف المعنية بكل المستويات الدولية الوطنية والمحلية. يجب أن يكونوا موجودين خلال عملية تطوير طريقة الوصول وتحقيق الحقوق القانونية للأطراف المتضررة. أعرف بأنها عملية طويلة وصعبة ولكنها تستحق هذا. ومع بعضنا الآخر نستطيع أن نخلق تدخلا إنسانيا مهما وأن تكون هذه الصلة بين السلام والتنمية والتطور هي أمر مهم جدا. شكرا جزيلا مارتينا وأتطلع لنقاشا مثمر في هذه الجلسة. أعطيك المايكروفون شكرا جزيلا كوريتا لهذه الافتتاحية الرائعة التي تعرضتنا بشكل كبير لوضع سياق محادثة اليوم. لقد ذكرت عدة نقاط مهمة والتي بالطبع زملائنا سيتحدثون عنها خلال عروضهم التقديمية. لذلك شكرا جزيلا أنك معجبة بهذه الأمور القانونية وأنك أوجود معنا اليوم. بداية أريد أن أعطي المايكروفون لزميلتي كاترين من الرفيجي كاونسل. وهي تعمل على عدة مشاريع بخصوص اللاجئين وتستطيع أن تخضرنا عن بعض النتائج الأساسية التي حصلوا عليها من مشاريعهم من خلال مراكمة التجارب والدروس. إنه عنوان عريض جدا حقيقة الذي نحاول أن نتحدث عنه اليوم. ما الذي نحاول أن نجمعه من هذا اليوم فكاتي كاترين تفضلي المايكروفون معك وسنقوم بمشاركة العرض التقديمي. شكرا جزيلا مرتينة أجل في الحقيقة. هناك الكثير من الأمور التي ذكرتها وهي بالطبع تنسجم مع توصياتنا ولكن سنرى ما لدينا في العرض التقديمي. ولكن أردت أن نذكر بأن ما ذكرتموه هو منسجم مع النقاط التي سنتحدث عنها. الآن لنرى المشروع الذي عملنا عليه بدأ في 2021 وكان الهدف الأساسي منه هو تحسين القدرات لتجمعات الحماية في الميدان من خلال الأعضاء وأيضا الشركاء لتحقين الأعضاء من الوصول إلى العدالة القانونية وأن يكون هناك فهم أفضل وتحليل أفضل لهذه العملية لضمان أن كل الأطراف هي قادرة على الوصول على حقوقها والمساعدات القانونية. وهذا التعاون هو من أجل جسر الهوى بين الحاجة لهذه الحقوق والوصول إلى هذه الحقوق والأوضاع الصعبة التي تعني منها بعض المجتمعات. الأهداف المشروع هي الدعم وتعزيز الصلة بين الأمور الإنسانية والتنمية والسلام وأيضا تسليط الضوء على أفضل الممارسات في التعليم من أجل تعزيز العمل الفعال والمشروع أيضا أعطى أهمية أيضا للتعليم ولتعزيز الأعمال الفعالة. بالتالي المشروع لديه عدة مراحل وعدة مستويات فقد بدأنا أولا بخلق حقيبة الأدوات الأساسية والتي تساعدنا في تحليل المساعدة القانونية وما هذا كان هناك من أجل تسهيل الحصول على المساعدة القانونية في الدول أو الأقاليم المتأثرة بأن الأزمات وثانيا كان هناك توزيع والنشر لهذه المساعدة. في المرحلة الثالثة كان هناك عملية التنفيذ والتعليم كان هناك تركيز على السياسات الشراكات ومعرفة الحاجات. في المرحلة الثانية التي بدأت في سبتمبر أيلول 2022 كان هناك هذا التوزيع والنشر لهذه الأدوات وتقديم الدعم التقني لعدة مبادرات في عدة دول. المرحلة التوزيع والنشر بدأت في الحقيقة من ضمان من أن الأدوات سيتم استعمالها في سياقاتهم وأوضاعهم وبعدها سيتم تنفيذ هذه الأدوات. وكان هناك العمليات التعليم من خلال عقد عدة ورشات أونلاين. وفي الختام نحن هنا اليوم تمكننا من وضع تقريرنا أو ما نكون بمراكمة الممارسات الجيدة واللروس المستفادة. هذا التقرير كما رأينا بدأ في 2021 فعندما نعود إلى الماضي كثيرا فهناك هذا التراكمات لجهد كبير حيث كنا نعمل على موضوع العاملين في مجال التنمية والإنسانية وحقوق الإنسان والسلام. وكان هناك الكثير بالطبع من التبادلات الخبرات الكثير من التحولات. وكنا نهدف لتعزيز عملية التعليم الدولي والتعزيز أيضا الأعمال ذات الصلة. من أجل تعزيز الأعمال ذات الصلة في خصوص العلاقة بين العمل الإنساني والتنمية وحقوق الإنسان. لدينا ثلاثة فصول أو ثلاثة أجزاء في هذا التقرير تبدأ من عطاء خلفية عن هذا المشروع. وضعه وكل ما يتعلق به الجزء الثاني أو الفصل الثاني هو مراكمة النتائج، ما هي التحديات، ما هي الممارسات الجيدة. لنقول عملية الشراكات، عملية التنسيق، الصعوبات التي كانت للوصول إلى الأشخاص. وفي الجزء الثالث هو بخصوص التعقيدات والمشاكل التي كانت في حالة تقديم المساعدات القانونية، خاصة في المناطق التي كانت تعاري من النزاعات، وخاصة في البيئات الهشة جدا. بالطبع هناك الكثير من التفاصيل، هناك الكثير يمكن أقيم به من أجل حماية الأشخاص الذين يعملون في مجال تقديم المساعدات الإنسانية. هناك الكثير من الزملاء العاملين في الميدان موجودين معنا اليوم. بالطبع كل هذه الأمور لها أثر إيجابي ينعكس على هؤلاء الزملاء الذين يعملون في الميدان من أجل تقديم المساعدات الإنسانية، ويساعدهم أيضاً بطريقة الوصول للمجتمعات. وفي الختام بالطبع لدينا عدد من التوصيات التي تقدم دليل إرشادي عملي، إرشادي من أجل تقديم استراتيجيات العدالة والوصول إلى الحقوق القانونية من خلال التدخلات التي يتم تصميمها. بالنظر إلى هؤلاء الإرشادات والتوصيات، هناك طريقة من تصميم أربع أو خمس عناصر أساسية أو مبادئ أساسية يجب أخذها بعين الاعتبار بشكل أساسي من أجل خلق قدرة للوصول إلى الحقوق القانونية بشكل منهج لدينا نظرية التغيير بالاستجابة للمساعدة القانونية، ولكن أيضاً يجب أن يكون هناك تفكير في معالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلة، وأيضاً يجب أن نضمن بأن الحصول على المساعدة القانونية يمكننا من الوصول إلى العدالة، وأن يتم تحقيق الأهداف المستدامة، وثالثاً نستطيع أن نرى كيف أنه يجب أن نحدد الفئة المستهدفة بشكل دقيق لنضمن أن هذه المقاربة هي تركز على الناس والأشخاص، وأخيراً بأن يكون هناك منهجيات إبداعية محلية كافية قدر المستطاع، والآن سنسمع من العدد من الزملاء الذين سيتحدثون بعدي عن بعض الأمثلة الحقيقية، كيف يستطيع العاملين في المجال أن يستخلصوا هذه الدروس، ونريد أن نمر على عدد من التوصيات الأساسية، ولكن أردت أن أعطيكم فكرة واضحة عن كيف قد تبدو هذه التوصيات، لذلك سأصلت الضوء على بعض العناصر من هذه المبادئ الأساسية الأربعة التي ذكرتها للتو. فبداية سنتحدث عن نظرية التغيير التي نحتاجها من أجل تحديد المساعدة القانونية والعاجات الحماية، ويجب أن نعالج الأسباب الجذرية، يجب أن يتم هذا، ولنقوم بهذا، قمنا بعمل هذا في مرحلة التصميم، لنضمن معالجة هذه المشكلة من جذورها، وأيضاً كان هناك مشكلة النزوح، مشكلة النزوح التي كانت تمنع هؤلاء الأشخاص من الوصول إلى حقوق المساعدات الحقوقية، ويجب أن يكون هناك توسيع لعملية الحصول على العدالة من أجل مضاعفة الأثر، وما رأى ذلك، وذلك ما ذكرناه من خلال الحديث عن بعض الأدوات، وما هي التي يجب أن نأخذها من خلال التحليلات ومعرفة كيف تعمل هذه الأنظمة. العنصر الثاني هو كله يرتبط بهذه الفكرة حول كيف مساعدة القانونية يمكن أن تقودنا أو تعطينا وصول للعدالة في مجالات التدخلات الإنسانية، ونستطيع مجدداً أن نتحدث عن فهم المساعدة القانونية وطبيعتها، وكيف أن العوامل القانونية من شأنها أن تشارك في حال وجود مخاطر، ومن خلال وجهة نظر تحليلية نستطيع أن نرى كيف يمكن لكثير من العناصر أن تجتمع مع بعضها، لذلك فإن التحليل من وجهة نظر قانونية قد يعطينا تحليلاً أعم وأشمل لعوامل الحماية، وللمخاطر المحدقة في موضوع الحماية، وأيضاً من المهم أن نذكر الجانب الآخر بأنه في العمل الإنساني العاملي في مجال الإنساني، ومتقديم المساعدات القانونية، فإن هناك هذا البعد القانوني في هذا القطاع، واجدمج هاتان الأمران مع بعضهم الآخر، سيجعل هناك ضمان لتقديم المساعدات بشكل مناسب، خاصة عندما نفكر بالملاجئ، نفكر بالوصول إلى بعض الحقوق الأساسية الإنسانية، وليس فقط في الدول المتضررة، ولكن هذا يمكن أيضاً من معالجة مثل هذه المشاكل التي تواجه الأشخاص، الذين لا يمكن الوصول لهم في متدخلات الحماية عندما نتحدث بالتدخلات من أجل الملاجئ والمآوي، وهذا يتم من خلال بعض أطر العمل، وتمكينياً من الوصول إلى بعض حقوقهم، وهذا يجعلنا أن نفهم ما هو أثر هذا التدخل، وكيف يمكن تصميم بعض التدخلات. وهنا بالحديث عن المقاربات التدخلية والتفاعلية، فإنها تعطينا بأن التدخل من قبل المساعدة القانونية يجب أن يتم على الفهم التنوعي والمختلف لحدد من المجتمعات والأفراد، وأن كل المقاربة التي تعتمد على الناس هي تعدعنا ببناء القدرات من أجل مساعدتهم على حل مشاكلهم بالنظر إلى الشمولية، فإن الناس أو المجتمع الذي نعمل معهم يجب أن نرى ما هي المناطق التي تحتاج إلى بناء قدرات معهم، وما هي المناطق التي تحتاج إلى تعزيز قوة في النظام، وبالتالي نستطيع النظر من زوايا مختلفة. أريد أن أتحدث عن موضوع الهشاشة المركبة، ولسيما فيما يتعلق بهذه الأطر المختلفة للهشاشة، هنا لا أعني فقط النساء أو الرجال، ولكن المجموعات المختلفة، ولسيما فيما يتعلق بحقوقهم ووضعهم القانوني، ولذلك علينا أن نرى هذه التحديات الفريدة في هذه المجموعات، ومن المهم جدا أن أخذها في الاعتبار، وقد يتضمن ذلك الإشراك أعضاء المجتمع في تقديم الخدمات المساعدة القانونية لنظرائهم مثلا، إضافة إلى ذلك، يتطلب ذلك التعاون، يتطلب إعلام الجهات القانونية غير الرسمية، إضافة إلى تقديم الخدمات لمختلف الجهات، إلى ذلك نركز على مشاركة المرأة والدور الذي يمكن أن تفعله في تعجيز الوصول إلى العدالة، بما في ذلك النظم العدالة القانونية، وهناك أيضا عنصر أو المبدأ الذي تحدثنا عنه، وهو تحديد المساعدات بحسب الموقع، وهنا نركز على البرامج التي تجمع بين التدخلات والمناصرة ومبادرات السياساتية، وهنا نربط تلك ببعضها البعض من قدر هذه الاستجابات الفعالة والملائمة، إلى ذلك، إن التعاون مع الجهات القانونية الوطنية والمحلية أساسية لضمان التدخلات الفعالة، وهذا يتضمن أيضا نظم العدالة غير الرسمية، وأريد أيضا أن نركز على استخدام التكنولوجيا، ولسيما بيانات لجمع المعلومات وتحديد التدخلات، وكل ذلك يتطلب في جركة عمل متعددة الإختصاصات ومحامين، وإذن كل ذلك وارد في هذا التقرير، وأدعوكم إلى الاطلاع عليه، لأنه يشمل كل هذه المبادئ والممارسات الجيدة، وما ورد في هذا العرض شرطا شكرا كاترين، شكرا على هذا العمل الرائع، ولأنك لخصت كل هذه المعلومات بعشر دقائق، إذن أريد أن أخذ لحظة لأقدر أنكم تعرفون عن نفسكم في خاصية الدردشة، أرى أن هناك العديد من الأصدقاء والزملاء الذين انضموا إلينا اليوم في هذا الحدث، واليوم يسرون أن ينضم إلينا اليوم أربع متحدثين، أربع زملاء يقومون بعمل رائع على المجال، ولسيما في سياقات محفوفة بالتحديات، ويسعدنا أن نسمع منهم، كما قالت إن لدينا بعض سلة الحسية عن الأمثلة التي تعلمنا، سنحاول أن نلتقط كل ذلك من جميع تلك المعلومات، والآن سوف أقدم لورينا نيتو، وهو منصق مجموعة الحماية في شمال غربي سوريا، شرق سوريا، يسرنا أن تكون معنا اليوم، ولدينا أيضا كوريتا، وهي أيضا تعمل في مجال الحماية، وبشكل أوسع تركز على أهمية التنسيق في هذه المنطقة، بين جهات الفاعلة في مجال الإنسان، وبين حقوق الإنسان والتنمية، هل يمكن أن تخبرنا عن العمل الذي تقومين به في سياق مجموعة الحماية، في شمال شرق سوريا، وما هي الجهود التي تبذلونها، ولسيما فيما يتعلق بالتنسيق، والتدخلات العمل القانوني، التي تهدف لحماية وضمان حقوق الأشخاص الذين يعيشون زمات إنسانية، في الواقع، شكرا مارتينا على هذا التعريف، هذا الوضع، إذن أريد أن أعطيكم خلفية، عندما نتحدث عن شمال شرق سوريا، نحن نتحدث عن منطقة محددة في سوريا، وهي على الحدود مع تركيا، ومع العراق أيضا، وفي الواقع، هناك وضع حكومة الحكم الواقع بعد الحرب، وهناك حوالي 5.1 مليون شخص يعيشون في هذه المنطقة، ولكي نتمكن من رابط كل ما توصلنا إليه من خلال الدراسة التي كمنا بها، فهي قائمة على مقاربة السراتيجية القانونية التي طورناها السنة الماضية، وقبل ذلك في هذه المنطقة، كان هناك سراتيجية قانونية، وهناك أيضا مقاربة لتقديم الدعم القانوني، وعندما نتحدث عن حماية الحياة، فهناك سوء فهم على المستوى القانوني، لأنه لا يمكننا أن نعالج هذه الأمور إلا في مرحلة لاحقة، وليس في بداية الحالة، إذن عندما بدأنا نناكش مع الشركاء، كنا نفكر في الإطار المنطقي خلف هذه المقاربة المتعلقة بالمساعدة القانونية، وفي الواقع الشركاء قد تأثروا كثيرا، وهناك حوالي 110 منظمة، ولدينا شركاء في شمال سوريا، في الواقع الجهات المانحة لم توافق على هذه المقاربة القانونية، ولسيما في ظل سلطة حكم الواقع، وهناك غياب في تقديم القرارير حول هذه المواضيع، لأن مجموعة حماية والجهات المانحة لم تؤمن بعملنا، ولكن قلنا إن وضعنا معايير لهذه المقاربة، ووضعنا أيضا شبكة حماية لهؤلاء الشركاء، لكي يتمكنوا من تقديم هذه الخدمات، عندها سنضمن تقديم هذه الخدمات، من خلال مقاربة تتعلك بتقديم الحماية القانونية في شمال شرق سوريا، وهذا إذن سيحول دون تعرض هؤلاء الذين يعملون في مساحة الحماية الإنسانية من التعرض. إلى ذلك نقشنا الخدمات القانونية والمساعدة القانونية والوصول إلى العدالة، وقلنا أنه علينا أن نضمن أن تكون الخدمات القانونية، وتقديمها داخل أو داخل أو مضمنة في هيكليات مجموعة الحماية، مما يضمن إذن عمل كل الوكالات التي تعمل على الأرض، وبالقيام بذلك وضعنا خطوط توشيهية لكل الشركاء، وبالتالي تأكدنا من أن خدمات القانونية يمكن أن تزيد من أثر الخدمات، مثلاً عندما نتحدث عن جي بي بي اي و آر، فنحن نعرف عن تقديم هذه الخدمات للحاول دون العنف المنزلي، خدمة هي القانونية الأساسية، لذلك كلنا لتقديم الحماية للنجين العنف المنزلي، علينا أن نقدم أيضاً الدعم القانوني، وبالتالي هناك أيضاً حماية ينبغي تقديمها للأولاد أو للأطفال لحمايتهم من المخاطر، ولذلك كمنا بمناقشة لهذه الاستراتيجية التي طورناها مع الشركاء بالتعاون مع شركاء آخرين، وقد اتفقنا أنه عندما نقدم المساعدة القانونية ينبغي أيضاً أن تأتي مع مساعدات أخرى، علينا أن نعزز مشاركة وإشراك المجتمعات، ولسيما أن نركز على حكم القانون لعقود في المجتمع السوري، علينا أن نعيد بناء المجتمع ونعيد بناء فهم حكم القانون ودولة القانون، وعلينا أن نبدأ على أصوص واضحة لكي يفهم السكان أهمية هذه الخدمات القانونية وأهمية الوصول إليها، وبالتالي إن ذلك مرتبط بالخدمات كلها، وإن الخدمات القانونية ليست مساعدة، وإنما تحمينا على تجعلنا نبني فهماً لدولة القانون، وإضافة إلى إشراك المجتمعات بشكل ملموس في تطبيق القانون، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى الخدمات القانونية، ما سيجعل المجتمعات تفهم أفضل بشكل أفضل حكم القانون، وحتى لو كانوا يعيشون في سياق الحكم الأمر الواقع، أما الخدمة التالية التي تحدثت عنها كوريتا في بداية هذه الجلسة، فقلنا إن تقديم الحماية أو المساعدة القانونية فهي لا تشكل فقط الحالات الطارئة، لا تركز فقط على الحماية، وإنما ينبغي أن تمر بكافة مراحل النزوح، ما يعني أن النازحين والمجتمعات المضيفة ينبغي أن يصلوا إلى الدعم القانوني، أو أن نحرص على وصولهم على آليات العدالة الانتقالية، وبالتالي إن تقديم الخدمات القانونية ينبغي أن تمر بكل هذه المراحل، مراحل النزوح، وهناك أيضا علاقة مع حقوق الإنسان، وبالتالي عندما كنا نناقش الخدمات القانونية، بدأت الأسئلة التالية تطرع علينا، هل أن منظمات الحقوق الإنسان من شأنها أن تقوم بهذا العمل، ولماذا الجهات الإنسانية هي التي تقوم بهذا العمل؟ في الواقع كل ما نكون به قائم على حكوم الإنسان، وبالتالي نحن ملزمون بضمان أن تحقيق الحقوق لا يتم فقط من خلال تقديم الخدمات، وإنما أيضا من خلال تعزيز بيئة الحماية ودولة القانون، ولذلك لتعزيز بيئة الحماية، نهاية إن الربط الاستدامة هذه التدخلات، يتطلب التزام طويل المدى، والطريقة الوحيدة للقيام بذلك، هو من خلال الاتفاق مع الشركاء أن يكون لدينا مقاربة، لأن يكون لدينا كونسورتيوم أو ائتلاف، وبالتالي يمكننا أن نطلب مساعدة المانحين لسنوات عدة، ونأمل أنه بنهاية هذا العام، سوف يصلنا الدعم من الجهات المانحة للعام 2025، وهذا التزام أولي من جهاتهم، ولكن بين هذين الائتلافين، لقد دعم القانوني إضافة إلى الأنشطة الأخرى التي تدعم هذه الأنشطة، وهذا لسنوات السلسة المقبلة، أما فيما يتعلق بالخطوات الأخرى، فيما يتعلق بشبكة القانونية، قد أطلقنا استراتيجية قانونية، وقد ركزنا على المناصرة مع الشركاء، لكي يفهموا أهمية التركيز على حقوق الإنسان، وقلنا أنه بنهاية العام، علينا أن نقوم بالربط بين الدعم القانوني، ومن المهم أيضا أن يكون لدينا شبكة قانونية، ولدينا تضم 125 محامين، 62 منهم من الرجال، و63 من النساء، وبشكل عام، لدينا 125 محامين في شمال سوريا، وهؤلاء يقدمون الخدمات كافة، لأعطيكم بعض الأمثلة، عندما نتحدث عن النزوح، لدينا شركاء الذين يقومون بتسجيل العقارات المتروكة، ونحن أيضا نركز على ربط، أهمية ربط الأرض والعقارات والأملاك، الإسكان والأراضي والممتلكات، التي تأثرت بالحرب والضمار والقصف، وما إلى ذلك، وفي استجابة الحماية هذه، نحن نقدم الخدمات الشاملة، لمواضيع مرتبطة بالإرس، والطلاق، والمستندات المدنية، وتسجيل الأراضي، وتسجيل العمليات لها، ومنها أيضا القيام بتوثيق نقل الملكية، ولسيما فيما يتعلق بالإسكان والأراضي والممتلكات، وبوجود هذه الشبكة القانونية، بين يناير وسبتمبر، تمكننا من الوصول إلى 62 ألف شخصا، وتمكننا أيضا من تأمين 2.9 مليون دولار، وهي تشكل 8% من الأموال التي نحن بحاجة إليها، ولكن قبل هذه الاستراتيجية القانونية، فقد زدنا التمويل بنسبة 1%، ومن 1 إلى 8% في عام واحد، وأعتقد أن هذه نسبة جيدة جدا، ونحن نأمل أيضا أن نحصل على دعم إضافي من الشركاء في هذا التجمع، ونحن نريد أن نعرف ما هو الوضع في هذه المناطق الحضودية، ولسيما أن الوصول إلى المساعدة القانونية تركز على المناطق الزركاء، ما ترون هنا في هذه القريطة هي هذه المناطق الحدودية، وفي هذه المناطق نقدم الخدمات القانونية، وبالتالي هناك أعمال نقوم بها، العمل الأول هو في المناطق الحدودية، حيث هناك ظروف أمنية، وهناك أيضا فرق تتحرك أو تتاقل من هذه المناطق إلى هذه المناطق الحدودية، لكي تضمن وصول الخدمات القانونية، ولسيما فيما يتعلق بالوصائق، وصائق المدنية، والأوراق السبوتية، ونحن لدينا 62 مركزا بالاشتراك مع الشركاء، حيث أن النازحين يصلون للحصول على خدمات ذلك الدعم القانوني، وهذه الفرق، فرق الحماية داخل هذه المراكز، مراكز الصحة، تضمن أمرين، أولا الوصول إلى الخدمات الصحية، وثانيا التقديم الخدمات القانونية في المراكز عينها، وهذا يسمح لنا أيضا بأن نضمن بأن المسؤولين عن الأمور الصحية أيضا يقومون بالأوراق السبوتية، ويقومون بالتوصيق وتقديم الخدمات كلها، وبالتالي نحن نحرس بأن يكون هناك توصيق لهذه الحقوق، ونربطها مع تقديم المساعدات القانونية المباشرة الضرورية، وفي هذه الصورة على هذه الخريطة، يمكن لكم أن تروا نوع الخدمات التي المطلوبة، ومن يناير إلى أغسطس شركاء القانونيين، إذن يمكننا أن نربط طلبات ولسيما مع الوصائق والأوراق الثبوتية، هذه الخدمة الأولى، وتسجيل الولادات هي الخدمة الأولى المطلوبة، والخدمة الثانية هي تسجيل الزواج، والثالثة أيضا هي مرتبطة بتسجيل العيقارات المرتبطة بالإسكان والأراضي والممتلكات، وهنا أريد أن أوضح أمرا هاما، هي أن هذه المواضيع القانونية حساسة جدا، وإن المقربة التي كمنا بها مع الشركاء، عندما حددنا هذه الأمور الحساسة، تعني أنه علينا أن نتواصل بشكل أفضل، وننصق عملنا بشكل أفضل، لكي نضمن أنه عندما نعمل مع بعضنا البعض، نكون أقوى، وبالتالي لا نعرض أحد للخطر، وبالتالي إن كان الأمر حساسا، فهذا يعني أنه علينا أن نكون به مع بعضنا البعض، لأنه عندما نعمل لوحدنا، فنعرض نفسنا للخطر، أما الأمر الخارج هو أنه عندما نتحدث عن الوصول إلى العدالة، فهذا يتضمن العديد من الخدمات التي ينبغي أن تكون مرتبطة ببعضها البعض، في هيكلية حماية شاملة، ومن الدروس التي تعامناها هو أنه إن أردنا أن نقدم الخدمات القانونية، فعلينا أن نضمن أيضا تقديم النقد على الأقل في حالة شمال الشرق سوريا، حيث هناك مشكلة كبيرة مرتبطة بعدم حصول الناس على الأموال، أو حتى عدم حياتهم على المال، لكي يدفعوا هذه الخدمات، وبالتالي نحن نقدم الخدمات النقدية، إذن مقابل الخدمات القانونية، وقد وضعنا أيضا مع الشركاء، وهناك أسقف محددة، كما أن هناك أيضا مجموعات القانونية، وبالتالي إن توفير النقد مهم جدا لتقديم الخدمات القانونية في القطاعات المختلفة، إذن كل ما نكون به ينبغي أن يكون مرتبطا بعمل مجموعة الحماية الأخرى، إذن ما نكون به فيما يتعلق بانتهاك الأراضي، ينبغي أن يكون مرتبطا بالمجموعة المخصصة، ونحن ركزنا على تقديم الدعم التقني، وتقديم المساعدات القانونية على مستوى مختلف هذه المجموعة التي تقدم المساعدات، وعندما نتحدث عن HLP، فنحن هنا نتحدث، وعندما نتحدث عن القوانين، عادة ما تكون هذه القوانين هي غير ملموسة، وعندما يسألوننا إن كنا ندعم مثلا سمن البطنيات وما إلى ذلك، ينبغي أن يكون هناك شيئا ملموسا، لذلك عندما نقدم هذا النوع من المساعدات والدعم القانوني، ينبغي أن نظهر للأشخاص أن الأثر الذي نحدثه على الأرض، وينبغي أيضا أن نحدد الفجوات، وينبغي أيضا أن نركز أو نحدد الوقت المطلوب من الشركاء القانونيين، لكي يحلوا قضية ما، إذن أعتقد أن الجهات المانحة مهتمة بالدعم القانوني، ولكن علينا أن نظهر أثر المساعدة القانونية، ونظهر أيضا شمولية عملنا، ولسيما أننا نعالج الأسباب الجذرية التي تحول دون المخاطر، أتعرض لمخاطر إضافية، شكرا جزيزا لورينا، لهذا العرض المسير للإهتمام، فقد أخذ في كل شيء في الشريحة الأخيرة، ولكن هناك الكثير الذي تعلمتهم مما قلتها، وسأقول تهانين لك، ونشركائك على المناظرة التي قمتم بها، بالرغم من كل التحديات، لأنكم أحرستم تقدما فعلا، وبالنسبة للوحة المعلومات التي شاركتها، وتاليا، أحب أن أسمع من باب أخورا، المنسق لمشاريع، في مؤسسة في أورغندا، بابا، نريد أن نختبر فيما إذا كان هناك مشكلة في الفيديو، في حال لم نستطيع سماعك بشكل واضح، ربما نستطيع إغلاق الفيديو، بابا، فداية لقد تحدثنا كثيرا عن أهمية التنسيق والشركات مع الشركاء والعملين المحليين، هل من فضلك أخبرتنا عن العمل في المؤسسات والجمعيات النيجيرية، عند تصميم تدخلاتكم مع المجتمعات في حالات الأزمات الإنسانية، وكيف تضيفون الأعضاء إلى التجمعات الأخرى من أجل العمل التعاوني في مناطق تأثيركم؟ تفضل بابا المايكروفون معك. نستطيع سماعك بوضحة لا تحدثت بصوت أعلى؟ هل تستطيع سماعي الآن؟ أجل أفضل، شكراً. أنا بابا كورا كاكا، المناسق لمشاريع الإنسانية في مؤسسات الجمعية في نيجيريا، المشروع هو من نقابة المحامين النيجيرية، المشروع هو من أجل تقديم الخدمات القانونية في المناطق المتأثرة في بوكو حرام، ليس فقط في نيجيريا، ولكن في بورنو وملاوة ونيودي، المشروع هو بشكل أساسي مقسم إلى جزئين، المساعدة القانونية، وأيضاً التوثيق والقسم المتعلق بالتوثيق، لذلك، أهلاً ننتقل للشريحة التالية. كما قلت لكم، إنه ليس فقط في نيجيريا، ولكن نيروبي، وأتاوى، ويوب، ولكن بشكل عام غطينا مناطق الاتخاذ على سيطرة الحكومة، حيث تعمل عدد من الوكالات المشروع، هو يستهدف بشكل أساسي الأطراف الشركاء الذين يعانون من النزوح، سواء في نيجيريا أو في أي إقليم كان، ويهتم أيضاً العمل مع الأشخاص الذين رغبوا بالعودة إلى نيجيريا بعد أن نزحوا منها، والذين يحاولون التكيف مع الوضع هناك، بعد أن عادوا من الدول المجاورة، التالي، المشروع، هو حقق العديد من الإنجازات بخصوص ليس فقط تقديم المساعدة القانونية، ولكن أيضاً في خلال التوثيق، فلدينا أربعمائة واحد حالة من القضايا المفتوحة أمام المحاكم، ولدينا أيضاً جلسات أيضاً لمساعدة الأشخاص النازحين، ولدينا أيضاً مشاريع المهمة بخصوص بعض الأوضاع هذه الأوضاع، حيث تضمن أن هؤلاء الأشخاص يمكن يحصلوا على المساعدة القانونية، من خلال تطبيق الخطة التي وضعناها من خلال أقد بعض الجلسات، وأيضاً من خلال مساعدة من خلال بعض الأصول الحقيقية أيضاً، وحيث هناك المتابعة لما تم تحقيقه مع المستفيدين والموظفين للنازحين الداخليين، وأيضاً بعد وضع هذه القاعدة، هذه التنوع أيضاً، ما قمنا به، كان يجد الناس من الصعب جداً أن يخرجوا من، ليخرجوا ليحضروا بعض هذه الجلسات، لذلك بشكل أساسي كان هناك هذا التعاون مع الداعمين، ومع الـ UNHCR، لوضع أماكن اجتماع متنقلة، حيث كان الكثير من الأشخاص قادرين على الوصول إليها، وتم تأسيسها في هذه المناطق التي استهدفناها، وبعدها بخصوص الجلسات القانونية، أو تقديم الاستشارات القانونية، حيث قام المحامون بيحضرون، ويجتمع هؤلاء الأشخاص مع هؤلاء المستشارين القانونيين، ويحصلون على استشارة قانونية، وبهذه المرحلة لم يكن هناك ذهب إلى المحاكم، وفتح دعاوة أو قضايا، رفع قضايا، ولكن كان هناك حصول على مصائح، في حال يجب على القضية أو على الموضوع أن يتطور، لأن يصبح فتح قضية أو رفع دعوة أمام المحاكم، وهؤلاء الأشخاص الذين حضروا، حصلوا على هذه الاستشارات، وبعدها، هذا بخصوص الخدمات القانونية، وبخصوص التركيز على المناصرة، الموضوع القانوني، كان هناك برامج على الإذاعة، وعلى التلفاز، من أجل الذهاب إلى عدة وسائل إعلامية، بأنه إذا كان لديكم أي مشكلة، كنا نواجه هذه النصيحة، تستطيعون التوجه إلى أي منصة إعلامية، إلى أي جهة إعلامية، والتحدث عن هذه المشكلة، وأيضا استعملنا وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك كان لدينا هذا النوع من العمل في نيجيريا، والتعاون مع المناطق الخاطئة لسيطرة الحكومية، مع الأشخاص الأصليين في هذه المناطق، فهؤلاء الأشخاص تم تعاون معهم من أجل خلق الصلة وعلاقة، نستطيع من خلالها الوصول إليهم لتقديم المساعدات القانونية، وأعطائهم هذه الوثائق التي يحتاجون لها من أجل السفر، والوثائق التي يحتاجون إليها من أجل التوظيف، ومن أجل الحصول على منع حكومية، وكانت هذه الوثائق أمر مهم جداً للنسبة للسياسيين، وأيضا هذا كان في العمل على الصعيد المحلي، مع السكان المحليين والأصليين لبعض المناطق، وأيضا تعاوننا مع اللجنة الدولية في نيجيريا، في حوالي 15 إدارة، حيث تم استهداف أيضاً حوالي مئات الأطفال، حيث أعطيناهم شهادات بعضهم بسبب مشاركة، كانت شهادات مشاركة بعضهم، وبعدها أيضاً بدأنا العمل على مستوى الإدارات، وكان هذا أمراً مهماً، عملية استصدار أوراق وبثائق، هذا كان أمراً مهماً جداً، حيث عملنا على عدد كبير من الحالات، وفتح حسابات بنوك، وربطها بأجهزة الهوادف النقالة، وإعطاء كل الوثائق المهمة لهذه العمليات المالية، وكل هذه الأمور كانت صعبة جداً بالنسبة للأشخاص ليصلون إليها كخدمات اجتماعية في نيجيريا، ولذلك فقمنا بتسجيلهم، وأعطائهم بطاقات مدنية، وأعطائهم أيضاً، وهذا تم تطبيقه أيضاً، وأعطائه للأشخاص الذين عادوا إلى نيجيريا، من الكاميرون، ومن أغندا، وأقاليم أخرى مختلفة، فقد تم تقديم لهم كل الوثائق المطلوبة، فهذه هي الأنشطة التي قمنا بها ليس فقط في نيجيريا، ولكن أيضاً في المناطق المتأثرة بعمليات النزوح والأزمات، فإن عدد الأشخاص الذين ساعدناهم ليس فقط في هذا المشروع، على عدة سنوات، ليس على طول فترة سنوات المشروع، ولكن فقط مؤخراً كان حوالي سبعمائة أو أكثر. أجل، من بين الأنشطة الأخرى فكان هناك بعض الأنشطة المتعلقة بالمناصرة، مناصرة، مناصرة بالنسبة لأمور القضائية، الأمور السياسية، من خلال بعض الجهات، مثل فيدا واللجي اي، والتي كانت فعالة في بعض الأقاليم، كنا نخبر الناس ما الذي يمكن القيام به، ما هي الجهات التي يستطيعون توجه إليها، وكيف يستطيعون توقع أن يتم التعامل معهم، وكيف ينتج عن هذا، وكيف يمكنهم الوصول إلى المخافر الشرطة، وإلى السجون، ما هي الجهات الموجودة هناك، والأشخاص الذين يتم اعتقالهم لبعض الجنح التي يرتكبونها، سيغرمون، ولكن أيضاً سيواجهون قضية قانونية، وبعض هذه المعلومات التي كانت تأتي من خلال أجهزة الهواتف النقالة، من المناطق الغير مستقرة، كنا نحاول أن نواحي الناس بأن هذه الأفكار وهذه الأخبار هي يجب أن تكون سرية، ويجب أن يتم التعامل معها بخصوصية، وأن من يلجأ للأمور القضائية تم التعامل مع معلوماته بشكل سري، وتأخذ الخصوصية بعين الاعتبار، وأيضاً هناك كان بعض الجهد المبذول في بعض المناطق، هناك بعض المناطق حيث الـ جي اي كانت تعمل بالتعاون مع وكالات أخرى، وكان الأشخاص في هذه المناطق لديهم أطفال، وكانوا بحاجة للقدرة على الوصول لبعض الحقوق القانونية والمساعدات القانونية، كان هناك بعض التحديات في العمل مع هذه الفئة، ومع هذه الأقاليم والمناطق، وكان لذلك كان يجب العمل على أمور المرونة والصلابة، وتقويتهم وتعزيزهم، ولكن بدأ العمل مع هذه الجهات، وأيضاً هذه العمل شمل مؤسسات تعمل على متابعة الأمور بخصوص التوثيقات والأوراق الثبوتية في كثير من الأقاليم، بالتعاون مع بعض الوكالات والجهات الدولية، التالي، اسمح لي فقط أن أقول بأنه لديك حوالي ثلاثة دقائق، لأنه لدينا مزيد من العروض التقديمية، شكراً جزيلاً، أجل، الاستشارات القانونية والوعي، سأتحدث عن هذا، وسنرى ما هو القادم، سنتحدث عن الاستقرار، وبعدها سنختم، كانت مجتمعات النازحين والمجتمعات المضيفة والعائدين، عملنا على رفع الوعي لديهم بخصوص الحصول على المساعدات القانونية، وبخصوص الجهود التعاونية مع منظمات غير حكومية أخرى، مثل الـ NRC، الـ DRC، والليجان، حقوق الإنسان الدولية، وأي جهة أخرى تنفذ أنشطة متعلقة بحقوق الإنسان، حيث عينا للتعاون معهم، في تنفيذ أنشطة إنسانية. التالي؟ أجل، ما هو أثر هذا المشروع؟ في الحقيقة، هناك كان تزاير وتضعف عملية الوصول للأوراق القانونية، والثبوتيات، والحفاظ أيضاً على حقوق الإنسان، والإبلاغ أيضاً عن الانتهاكات لحقوق الإنسان، أو تعرض لأي حالات من العنف، وهذه الوكالات كانت أيضاً محلية بالتعاون مع الوكالات الأجنبية، وكانت تدعو هؤلاء الأفراد والمجتمعات للتواصل معها، وبالتالي حققنا قدرة على الوصول أكبر للمناطق المتأثرة، وما الذي يستطيع هؤلاء الأشخاص القيام به في حالات المعاناة من أي قضية؟ التالي؟ بالرغم من كل هذه الإنجازات، ولكن ما يزال هناك هذه التحديات بالنسبة للوصول للعدالة، فهناك هذه التحديات في تنفيذ المشروع، وما الذي كان يجب أن نقوم به مع أمور الأمن ومع أمور العنف، فكل هذه الأمور كانت تشكل تحدياً بالنسبة لنا، بالذاتح للعمل على مناطق التي تحتاج إلى مآوي، إلى غذاء، إلى حاجات أساسية أخرى، فربما هناك هؤلاء الأشخاص الذين يتعرضون للخطر، أو لا يعرفون كيف يتعاملون مع المجتمعات المتضررة، أثناء تقديم الغذاء لهم، أو تقديم الملاجئ لهم، فهناك الكثير من المراكز التي تم تدميرها، أحياناً كان يتم تعرض بعض الأشخاص للأذى، وللتالي تم التحقيق ببعض هذه الجرائم التي حصلت، أو الأحداث التي حصلت وتسببت بالأذى، وكان هناك أيضاً صعوبة في تقييم حالات الجرائم، الوضع الأمني بشكل عام، فقدان موارد التي تدعم حقوق الإنسان في المناطق المتضررة، وهذا في بعض المناطق حاولنا تسهيل القدرة على الوصول لهؤلاء الأشخاص، ولكن كان هناك صعوبة بسبب الوضع العسكري وانتشار السلاح، كان هذا تحدياً كبيراً بالنسبة لنا. هنا بعض الاقتراحات من أجل هذا، والتعاون مع النظام، مع الشركاء، من خلال الجلسات، ومن خلال وضع هؤلاء الفرق في المناطق المتضررة للعمل وفق السياقات المتاحة، وأيضاً وضع محطات في هذه المناطق من أجل رفع الوعي بخصوص الحقوق القانونية، والمساعدة للأشخاص للوصول إلى هذه الحقوق، ورفع قضايا وفتح دعاوة أمام المحاكم في حال الحاجة، لذلك، وأيضاً يجب أن يتم إتخاذ بعض الإجراءات الوقائية لتخفيف الوصمة للناجين من الجرائم، خاصة جرائم الـ SGBV، ويجب رفع الوحي بهذا الشأن، وبالانتقال الشريحة التالية، هذه هي الشريحة الأخيرة، حسناً شكراً طالما هذه الشريحة التالية، الأخيرة شكراً جزيلاً لاستماعكم، شكراً جزيلاً بابا لمشاركتك هذه التجربة في تجربة نقابة المحامين في نيجيريا، إذن، ولسيماً فيما يتعلق بأهمية حماية الشركاء في المناطق الخطيرة، ويسرنا أن نسمع كل التعليقات، وقد تحدثتم عن التعاون، وأهمية الوحدات الحكومية المحلية وسلطات المحلية، وأيضاً أهمية التدخلات، وأهمية المناصرة مع شركة لتغيير النظام، أعتبط أن هذه السلة مهمة جداً، ولسيما عندما نستمع إليكم، والآن سوف ننتقل إلى عرضنا التقديمي التالي، والآن أعتقد أن المنتيميتر الأسئلة سوف تظهر على الشاشة، السؤال الأول، إذن، هو أن نعرفكم بشكل أفضل، وأن نفهم إن كان عملكم مرتبط بالخدمات القانونية والوصول إلى العدالة، ولديكم خيران للإجابة، إذن، لقد تم تشارك الرابط في خاصية أتشات في منتيميتر، أو يمكنكم أن تذهبوا إلى menti.com واستخدام الرمز على الشاشة أمامكم، ولكن السؤال الأول هو، ما هو أهمية عمل الحماية ضمن عملكم في منظماتكم؟ السؤال الأول، بعض الشيء مهم، غير مهم، لست أعرف، إذن هناك أربع خيارات، إذن أهمية المساعدة القانونية في عمل منظمتكم، مهم جداً، مهم بعض الشيء، غير مهم، لست أكيداً، أو أكيداً، وفيما تجيبون على هذا السؤال، سوف نؤكد لكم أننا سوف نتشارك هذه العروض التي تم تقيمها اليوم لكم جميعاً، سوف نرى، سوف نرى، إذن نرى هنا أمامنا على الشاشة الإجابات، وشكراً على إجابتكم، نرى أن النسب ما زالت ترتفع، ولكن يبدو أن المساعدة القانونية مهمة جداً بالنسبة لعمل الكثير منكم، وهو أمر رائع، وبالتالي، إن فهم أهمية العمل القانوني والمساعدة القانونية، وأنا لست أدري إن كنتم جزءاً من مجموعات الحماية في مناطقكم، أو في مناطق عملكم أم لا، ولكن سوف إذن نبقي هذه الشاشة أو هذا المنتيميتر لدقيقة إضافية، ولدينا أيضاً سؤالاً إضافياً لكم، وهو يتعلق، إذن سمعنا من كوريتا والمتحدثين الأخرين، أنه في معظم الأحيان لا يتم وضع أولوية أو للمساعدة القانونية، كما أننا سمعنا من لورينا أن تجمعات الحماية، إذن، التي تقوم به في شمال غرب سوريا، إذن، السؤال التالي هو هل تشعرون أن عمل مساعدة القانونية كان له الأولوية في أحدى استقرير عن الاحتياجات الإنسانية وخطة الاستجابة الإنسانية في بلدكم أو في بلد عمالكم؟ إذن، السؤال هو هل أن هذه المساعدة القانونية كانت لها أولوية كبرى أو كبرى أولوية متوسطة، لم يكن لها أي أولوية، ولست أكيداً أو أكيداً، إذن، يمكنكم أن تنكروا على الرابط في خاصية تشات، وللإجابة على هذا السؤال، هل يمكنني أن أطرح سؤالاً؟ بالنسبة للذين قالوا أن المساعدة القانونية لها أولوية عليا، إذن هل يمكن أن تقول لنا من أي دولة أو في أي بلد تعملون في سوريا أو في بلد آخر؟ إذن، في شمال غرب سوريا أو في بلد آخر، يهمون أن نعرف، إذن، أحدهم أجاب أنه يعمل في أوروبا، في أوكرانيا، عفواً، الصومال، نيجيريا، رائع، من الجيد أن نرى أن الإجابات قد توقعناها بعض الشيء، ونحن نعرف أنه في بعض المناطق، ولسيما في أوكرانيا، لدينا مجموعة عمل للدعم القانوني، والتي تعمل بشكل خاص على هذا الموضوع، وفي دول أخرى، إذن، شكراً لأكدناكم، حتى تم عمل مساعدة القانونية وأولوياته، وأعتقد أن ذلك يعطينا بعض الفكرة عن أهمية العمل الجماعي وترتيب الأولويات، ولسيما مثلما قالت لورينا. والآن لدينا متحدثنا التالي، سورنا أن نقدم ستيفانو كونسيليو، وهو مسؤول البرامج في المنظمة الدولية لتطوير القانون. ستيفانو عندما نتحدث عن الوصيل إلى العدالة في ذلي هذه الأنظمة المختلفة، كيف يمكن التأمين الحقوق إلى عدالة؟ ولسيما أن هناك حاجات مختلفة في هذه السياقات الإنسانية. في هذا السياق، إذن ما هي أهمية النظام العدالة غير الرسمي، وذلك المرتبط بالأعراف؟ إذن شكراً لديكم عشر دقائق للإجابتي، إذن شكراً جزيلاً، إذن تحدث كل من سبقني عن الفعين في وقد تحدثت كاترين عن دور الجهات الفاعلة التقليدية في نيجيريا، وكوريتا، ولورينا، تحدثت عن أهمية تعزيز المقاربات الشاملة، التي تعزز الحلول المحلية، وأن عرض يركز على الحلول البديلة في سوماليا في قلب سوماليا، والحلول التي نقدمها، وهذا العرض إذن يبدأ من صفحة 36 من التقرير الذي أشارت إليه مارتينان. إذن قبل أن أشرح لكم عمل أو نموذج عمل مراكزين في الـ ADR، من المهم أن أشير إلى كل هذه الأدوات، وهنا في سوماليا نتحدث عن القوانين الأعراف والشريعة والقانون البريطاني، وخلال الحرب في سوماليا تأثرت كل هذه الأنظمة، وتضررت، ومنذ تأسيس الحكومة الفيدرالية وعادت للعمل في العام 2012، عاد ليركز البلد على الاستقرار السياسي، وحاول أيضا أن يعزز مؤسسات القانونية الرسمية، والمؤسسات مازالت تعاني من نقص القدرات، وتوجد تحديات على مستوى العمل، ونقص الموارد، ونتيجةً لذلك، العديد من السكان، وهنا تحدث عن 80 إلى 90% في بعض المناطق، مازالوا يعتمدون على مساعدة والأنظمة بالطبع، كل هذه تشكل تحديات كبيرة، وإن غياب هذه الخدمات تحد من إنفاذ القانون للحكومة، وفي هذه الخلفية، ولأسنوات القانون الأخيرة، الشركاء التنمية يعملون على دعم الحكومة السومالية في إرساء هذه المراكز، إذن هذه المراكز تقدم العدالة مباشرةً للعمليات، أو عندما نتحدث عن الوساطة والتحكيم، وأيضا التوافق مع الشريعة، وهي أصص القانون، وفي هذه المراكز، إن النزاعات يتم تشارك بين الكبار، والمسنين، والشيوخ، وفي كل هذه المراكز، لدينا عشر مسؤولين، ولدينا أيضا الكاتب، والذي يقوم بتسجيل هذه الدعاوة، وأيضا التركيز مع المسؤولين في الشرطة، وأيضا يقوم بعملية الإحالة، إحالة وبالتالي في توصيف هذه الدعاوة، بحسب طبيعة النزاعات، وتقديم المشورة، والاستجارات القانونية للنساء، ونحن في هذه المراكز لا نعمل على أسس القانون والشريعة، ولكن الإجراءات التشغيلية المعيارية لا تؤثر على الأعراف، إذ أن هناك أيضا كوانين نحترمها، ومنها أيضا حقوق الإنسان، وأيضا حقوق حماية النازحين، إذن قبل أن أنتقل، أريد أن أخبركم كيف نعمل في هذه المراكز عندما يأتي شخص إلى أحد هذه المراكز للبحث عن المساعدة، عادة ما يسجل الكاتب، كاتب المحكمة هذه القضية، ويعطيه أيضا بطاقة وبعد ذلك يطيله إلى محام لكي يدرس هذه القضية ويمثله، ونهاية هذه المراكز تعمل أيضا بالتوازي مع مع النظام الحدالة، والهدف من هذه المراكز هو أيضا تقديم الخدمات القانونية وتحقيق أهدافنا، إذن لننتقل إلى الممارسات الفضلة إذن في هذه المراكز، الممارسة الفضلة الأولى التي نريد أن نقدمها هي إمكانية استخدام هذه المراكز كنقطة إحالة وأيضا كمركز تشميع خدمات لضحايا العنف القائم على نوع الاجتماعي، وهنا إذن نحن نحيل حالات العنف القائم على نوع الاجتماعي ومقاربتنا وفكرتنا، وهذه أيضا فكرة الحكومة أيضا، إذن الفكرة في مراكزنا تركز على الأشخاص وهي براجماتية وهدفنا هو أن نضمن أن هذه الحالات وألية الإحالة للخدمات الدعم وهي واضحة وبالتالي نقول إن العدالة المؤخرة هي العدالة التي لا يمكن أن تتحقق، وبالتالي عملنا هو آلية هي أيضا أن نكون كجسر لإحالة هؤلاء الأشخاص ليس فقط إلى المحاكم، ولكن أيضا إلى مراكز أو المقدمي الخدمات النفسية، وإذن كيف نعمل في الواقع؟ نحن نعمل ونفتح هذه الحالات الجرمية أو دعوى الجرمية بتعاون مع الشرطة، ومن المهم أن نضمن إحالة النجين من حالات العنف القائمة على النوع الاجتماعي إلى المراكز الإيواء، وإلى الشرطة، وإلى المحاكم، وكل ذلك له كلفة، ونحن نؤمن هذه الكلفة أو ندفع هذه الكلفة، ونهاية، إن الخدمات الإضافية الآن مؤمنة في سوماليا، والآن يتم اختبارها، اختبار إذن حالات نحن نقوم بجمع الأدلة، وبالتالي إن المدعين العامين عليهم أن يعتمدوا على الشهادات التي يقدمها الشهدون، وبالتالي لن يمكن تقديم الأدلة للمحاكم، إذن هنا نريد أيضاً أن نريكم الممارسات الثانية، وهي استخدام مراكز هذه الاستجابة للطوارئ متنقلة للوصول إلى المجتمعات البداوية والأشخاص النازحين بسبب تغير المناخ وقبل التحدث عن هذه النقطة، أود أن أخبركم كيف تأثرت سوماليا بتغير المناخ، وكيف يؤدي ذلك إلى نزاعات تطلب تدخل المراكز مراكز الإدياء ومقدمي المساعدات القانونية، بالطبع إن السومال تتأثر كثيراً من الظروف المناخية الإحالية ومنها الجفاف والفيضانات، ما يؤدي إلى نزوح عدد كبير من الأشخاص من المناطق الريفية إلى المناطق الحضارية، وهذا أيضاً ما يؤدي إلى نزاعات كثيرة بين النازحين وبين السكان الأصليين، وفي الوقت عينه، إن تغير المناخ يغير الطرق التقليدية، طرق العيشة التقليدية، وهو أيضاً يزيد من النزاعات بين المزارعين والرعاة، وهذا أيضاً مرتبط بنقص موارد المياه، ولسيماً أن هذه المناطق حيث توجد المياه يستخدمها الرعاة، وهم لا يسمحون للمزارعين الوصول إلى هذه المياه، وفي هذا السياق نحن ندعم الحكومة السومالية في إنشاء هذه المراكز المتنقلة، ونحن نعمل في مناطق محددة طوال العام، وهذه المراكز الاستجابة المتنقلة موجودة في مناطق حارة، مناطق نزاع ومناطق غير آمنة، وذلك بسبب تغير المناخ، وأيضاً تتطلب تدخلاً مباشراً بين الوكالات التنمية ووكالات المساعدات الإنسانية، وهذه السلطات تعمل مع الحكومة لتقديم الدعم وتعزيز الكفاءة، خدمات تقدمها مراكز الاستجابة للطوارئ المتنقلة، مهمة جداً، وإذاً كما قلت هذه المراكز موجودة في مناطق حارة، وهي تشكل المنصة المثالية لتقديم الخدمات المتعلقة بحل النزاعات. بقي لك دقيقة أو دقيقتين. بقي لدي شريحة واحدة، وهي تركز على تعزيز الشمولية من خلال هذه المراكز. عادةً ما يتم انتقاد هذه المراكز على أساس أنها تميز بين النساء والمجموعات الهشة. هذا قد يكون صحيحاً في بعض الحالات، وفي الواقع هذا يؤثر أيضاً على مؤسسات العدالة التقليدية. إذن قبل أن أخذتم، دعوني تحدث عن تقديم الخدمات من خلال هذه المراكز للنساء والنزحين والأقليات والشباب. إذن بالنسبة للنساء، نحن إذن تحدثنا عن متساعدة أن نجينا من العنف القائمة على النوع الاجتماعي. وفي هذه المراكز أيضاً نعزز دور النساء في قطاع العدالة، ولسيما في سياق سوماليا، حيث أن مشاركة النساء محدودة جداً. وقلت أيضاً إن الإجراءات المعيارية الموحدة التي ذكرتها توضح بوضوح إذن تمثيل الرجال والنساء بشكل متساون. ونحن بحاجة في هذه المراكز، عندما يكون هناك محكم في هذه المراكز، عادة ما تأتي النساء بحثاً عن المساعدة القانونية، واليوم أكثر من 20% من هؤلاء النساء المحكمات في هذه المراكز من النساء، وعلى الأقل، كإثنان في كل من هذه المراكز النقالة. وبالنسبة للشباب، من المهم جداً أيضاً أن يكون هناك محكم، وأن نضمن أيضاً كبول القرار، ونحن نشارك بشكل فعال في هذه المراكز. ومعظم الكتاب المحكم هم أيضاً من الشباب، وذلك لسد الفجوة بين الأجيال المختلفة، ولنضمن أيضاً من أن هذه المجموعة المختلفة ممثلة في هذه المحاكم، وقد تحدثوا أيضاً عن النازحين، وبما أن الوقت ينفذ، أريد أن أتحدث أيضاً عن حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان في السومال، فيما يتعلق بالأطفال، فهناك المشاكل العائلية والجرائم الصغيرة، وعادةً، كان هناك مثلاً سرقات صغيرة يقوم بها الأطفال، فعادةً ما يتم غض النظر عنها، ونحن نركز إذن أن نساعد الأطفال، وأن يمضوا مدة قصيرة في مراكز ليتم تأهيلهم، وبالتالي لكي نعلم الأطفال أهمية احترام القانون، وأيضاً ما هو لمصلحتهم الفضلة، ونهايةً إن هذه المراكز تتبع مقاربة براغماتيكية لتعزز آليات الإحالة، ولكن المشكلة في هذه الآليات هي أننا نتحدث عن جهات الـ CIG التي عادةً ما تركز على الجهات الفاعلة في CIG، ولكن ما يحصل هو أنه بدل أن هؤلاء المحكمين يذهبون أسبوعياً لمراكز الشرطة لكي يحددوا القضايا التي يمكن إحالتها إلى مراكز الـ ADR، والهدف من ذلك هو أن يكون هناك أليات عدالة وتعيد الحقوق وتعود عن هذه المتضررين. شكراً جزيلاً ستيفانو، أقدر كثيراً عدك، ولنرى فيما إذا كان زملائنا يستطيعون ترك الرابط في صندوق الرسائل حيث يكون هناك لدينا مصدر آخر نستطيع أن نناقش هذا بشكل أكبر، والآن نستطيع أن نجيب بعض الأسئلة في الأسئلة حول كيف نستطيع أن نقوي القدرة على الوصول إلى المجموعات المهمشة. وآخراً وليس أخيراً نريد أن نسمع من كاترين سكالوب التي تعمل مع المجلس اللاجئين الدولي، سنسمع من كاترين اليوم التي تعمل مع دي آر سي في المجلس الدينموركي للاجئين، فدي آر سي كانت عضواً فاعلاً جداً عضواً فاعلاً في الأبحاث المتعلقة بالحقوق القانونية، ووصول إلى المساعدات القانونية. شكراً جزيلاً تفضلي المايكروفون معك، شكراً احتحت هذه الفرصة لي لأشارك معكم بعض الممارسات الفضلة، والدروس المستقام من العمل الذي كنا به القائمة على الأدلة التي جمعناها، بناءًا عن العمل والمداخلات التي كنا بها في المجال الإنساني، فتحليل المساعدة الإنسانية ضمن إطار العمل هي من أجل الضمان وتسهير الحصول على المساعدة القانونية في سياقات الأدالة والسياقات القانونية. نرى هنا بأنه لدينا أربع مكونات أساسية أو التحليلية في هذا الإطار القانوني. قبل أن أخذها في التفاصيل، يجب أن أذكر بأن هذا العمل هو قائم على الأدلة وعلى شهادة الشهود وهذه المجموعات المحددة كرست جهودها من أجل مساعدتنا في وضع هذا الإطار، وقد عملنا معهم وحصلنا على معلومات منهم حتى تمكننا من وضع إطار العمل هذا. يبدو بأنه لطيف وبسيط يجمع هذه المكونات الأربعة المفيدة التي أتمنى بأنها قائمة على الدللة وأريد هنا أن أذكر بضعة نقاط بالعودة إلى ما تكره المتحدثون الآخرون. فإننا عندما نتحدث عن التحليل المساعدات القانونية، وليس فقط أن نقفز مباشرة المساعدة القانونية النفسة، ولكن يجب أن نفهم السياق والسياق العدالة، وأن نحدد القدرة على الوصول الأعراف، التقاليد، السياقات، المبارسات، والتنفيذ، الحلول للمساعدة القانونية، وبعدها ننتقل إلى الحاجات للمساعدة القانونية، وهذا يحتطلب فهمها، فهم مجال العمل، من هم المتأثرون، وأيضاً بشكل أساسي من هم بالأساس المحتاجون لهذا نوع من المساعدات، وأيضاً بالانتقال إلى المكامل الثالث، الذي هو التداعيات القضايا المساعدات القانونية، هذا أمر أساسي، يجب أن نفهم ما هي الحاجات، وما يترتب عليها، وما يترتب على تقديم هذه المساعدات، بالنسبة للأشخاص المتضررين في مجموعات معينة، وأيضاً في المجموعات المهمشة، وأخيراً وبشكل مهم جداً، هي بخصوص القدرات الموجودة والاستجابات، يجب أن نفهم ونقيم ما الذي يحصل أساساً، ما هو الوصول، ما هي التدخلات، ما هي الجهود التي يتم بذلها، ما هي القدرات لمعالجة الحاجات القانونية، وأيضاً يجب أن نفهم أيضاً كل ما يتعلق بهذا الموضوع، بخصوص التنسيق أيضاً والتعاون بهذا الصدد، وعندما نتحدث عن الفوائد هذا، عن فوائد تطوير إطار العمل هذا، إنه إطار عمل تحليلي وتنظيمي، وهناك حاجة كبيرة له لمعرفة ما نقوم به من خلال تحليل الوضع، ونعرف بأن هناك الكثير من الجداول التحليلية، وهناك الكثير من المنهجيات وطرق العمل، التي تقوم بها عدد كبير من الوكالات والأطراف، ولكن يجب أن نذكر بأن سياق العمل القانوني هو مهم جداً، وأن إطار العمل هذا هو معروف جداً بالنسبة للعاملين هناك، وبالإدراك بأن هذا إطار العمل هو تقوي ودعم لنفس اللغة، لنفس اللغة الذي نستعمله بشكل أساسي لتسهيل التحليلات المشتركة، وبالتالي فهذا هو الهدف في الوضع هذا الإطار، وأيضاً أريد أن أعود للنقطة التي ذكرتها كوريتا، والتي هي ببناء الثقة من خلال تمتلك هذه الأدات التي تعتمد على التحليلات القانونية، لأنها ساعدتنا حتى الآن لمزيدنا الانتظار بالنسبة للمواضع الإنسانية، بالنسبة لتقديم مساعدات الإنسانية خلال الاستجابة الإنسانية في مختلف الأوضاع، لذلك فهذا لفت النظر، هذا أمر أساسي بالنسبة لطول العمل التحليل هذا، وأريد أن أشارك معكم باختصار أمثلة من ليبيا وتونس وأمريكا اللاتينية، ففي ليبيا كان هناك عدد من المشاريع التي كانت تعتمد على التنسيق مع المساعدات الإنسانية، وكنا نستعمل كل الجهود من خلال أداة التحليلية هذه، وكنا نستعمل آليات التنسيق المختلفة، فعلى سبيل المثال، في ليبيا كان لدينا كثير من التقارير معظم الوقت بخصوص التحديات القانونية، ولكن لم يكن هناك تفاصيل عن حاجات القانونية أو حاجات متعلقة بحقوق الإنسان، وكان هناك حاجة لجسر الهوة بخصوص تقديم المساعدات القانونية، لذلك كنا نفكر في DRC كيف نستطيع استعمال تحليلات البيانات القانونية، وأن نقوم بالتواصل والتنسيق لنجمع كل هذه الموارد القانونية، بما من شأنه أن يقدم تنفيذ المشاريع بشكل فعال، هذه كانت المقاربة في ليبيا، أما في تونس فقد قمنا بإطلاق برنامج على بضعة سنوات، في ليبيا كان هناك أساساً إطار عمل وطني قانوني موجود، ولكن في ليبيا، ولكن في تونس كان يجب أن نبدأ العملية من البداية، ولكن بسبب عدم وجود آليات تنسيق منذ البداية، كان يجب أن نتواصل مع الحكومة ومع المؤسسات والمنظمات الدولية والمحلية، وفي لاتن أمريكا، الأمريكا اللاتينية كان هناك عمل كبير بخصوص التحليلات القانونية، وكان هناك هذا التنظيم والتنسيقات الكبيرة في لاتن أمريكا، فكان هناك هذا التحليل القانوني موجوداً، وكان هناك هذه الإطارات العمل الموجودة، كان هناك الشركاء الذين أساساً يعملون على هذه الأطر، والذين استاهموا وتابعوا معنا في برامج الحماية، وبرامج تقديم الدعم القانوني، يسمحوا لي أن اختتم في تلخيص نقاط أساسية من فائدة استعمال اللاف، بطار العمل القانوني التحليلي، بعد كل هذه الجهود المتضافرة على مدى عدة سنوات، نرى بأن اللاف وأداة يمكن أن يستعمالها في المجال الإنساني، وأيضاً من خلال الصلة، لنقل بين التنمية والسلام وبناء السلام، وهذا أيضاً يمكن أن يحاول أن يعمل ويجد حلوله في بعض الأزمات الإنسانية، ونرى اللاف أيضاً بأنه أداة وإطار عمل، يتطلب تخصيص موارد وقدرات ليتم استعماله بالطريقة الأمثل، وبالتالي، لم تكن هذه الحالة في أمريكا اللاتينية، لم يستغرق تكريساً الكثير من الوقت والموارد، ولكن في ليبيا بسبب أساسية السياق بخلال الوضع القانوني للدولة والمجموعات والجماعات التي نعمل معها، كان هناك الكثير من التحديات، وأيضاً الوقت كان محدوداً جداً للقيام بهذا التحليل القانوني، في الختام، أعتقد بأن هذه الأمثلة توضح استعمالها في ليبيا وتونس وأمريكا اللاتينية كمؤسس لعمل قانوني، ودعم العاملين في مجال الأمل الإنساني والذي يسحل عملهم ويسر الجهود الإنسانية المبذولة، وفي هذه العملية يجب أن تكون في سياق وإنطار أكثر تعاونياً وتنسيقاً مع الجهات الأخرى، وهذا سيخلق فرصة أو سعود ويقوي الفرص إتجاه العاملين في مجال الحقوق، وسأختتم بأهم نقطة بأنه يسهل أكثر المعرفة والحصول على المعرفة والمعلومات، وفهم كيف نستطيع الوصول بشكل أفضل للأشخاص المتأثرين والمعنيين، والذين هم بحاجة لهذه المساعدة بطريقة فعالة. شكراً جزيلاً، سأترك في صندوق الدرج داشا رابط للاف عن الأمثلة التي كمنا بها في أمريكا اللاتينيا، شكراً جزيلاً لكم. شكراً شكراً جزيلاً لكي كاترينا، أعرف لقد كان سريعاً جداً حيث لقد انتهى الوقت، ولم يكن لدينا الفرصة أيضاً لنذكر الأسئلة، وفي الحقيقة لدينا سؤال من تيميتر، سؤال هناك، لم نستطع التحقق منه لليساعدنا في النظر إلى المستقبل، ولكن في الحقيقة كان من دواعي سرورية، أكون هنا معكم اليوم، مع كل المتحدثين اليوم، فقد كان من المفيدة جداً مشاركة كل الأخطار والمعلومات التي شاركتمها معنا، وكننا نتمنى أن نقول بأن نرى أن العمل في هذا المجال يستمر، وإذا أردتم مناقشة الوضع أو كنتم بحاجة لمساعدة، فنحن هنا لنساعد تستطيع التواصل معنا، وأيضاً نريد أن نذكر بأنه في سلسلة جلساتنا هذه، لدينا التي تابعت مستمرار، ولدينا جلسة أيضاً في 20 نوفمبر، سيتم هناك تنظيم جلسة مع اليوم إش سي آر، التي ستتحدث أيضاً عن سياسات طويلة المدى، أجل، بالحقيقة سأحب أن أقول في الخيتام، حيث أن وقتنا انتهى شكراً مجدداً، شكراً للمتحدثين، شكراً لجميع الذين بقوا معنا حتى النهاية في هذه الفعالية المهمة، وأتمنى من الجميع أن يستمر بالعمل بشكل جماعي في هذا المجال المهم، وأن نجمع جهودنا وما نتعلمه من هذه الممارسات التي نقوم بها في المجال الإنساني، شكراً مجدداً جميعاً، ونراكم قريباً.